موسيقى في ظروف بالغة التعقيد والصعوبة كان يمر بها لبنان وقفت سماحة الإمام يدعو لنصرة المحرومين فانتصر له المحرومون من كل مكان وعندما غيب سكن في الوجدان وكلما مرت سنوات على غيابه ازداد رسوخا في المكان وفي الزمان سماحة الإمام الذي وجد في المساجد والكنائس والمنتديات مجالا رحبا يتحدث فيه عن فكره الجامعة وهو في فكره هذا كان داعيا للإلفة والوحدة لا لتنابز ولذلك لم يكن رجل مزعب أو رجل دين بل كان رجل إنسانية في لبنان كان الرجل بأمته وجبته كملاك حارس لهذه الدولة التي آمن بها وآمن بوحدة شعبها وبالفعل فإن اللبنانيين على اختلاف طوائفهم ومزاهبهم كان يرون فيه قائدا وإماما ولذلك في ذكرى تغييبه نقول ما زال موجودا بيننا